انا هتكلم بصوت المواطن العادي اللي مش فاهم برضو حراك تفاصيل التخصص ده ايه انا اللي افهمه انه اللي بيلعب كورة اللي بيلعب رياضة اللي بيلعب بسكت اللي بيلعب ملاكمة ده قريدي هو رياضي فهو مش محتاج اصلا كانيني في اكل ليه وتغزية ليه ما انا كده كده بجري وبخش الجيم وبعمل كل حاجة فانا ما عنديش مشكلة في موضوع التغزية التغزية ممكن واحد زي حالاتي يزيد حتة في مكان معين يدخن شوية محتاج يخص شوية وفكرة التخصيص والزيادة الوزن دايما التغزية مرتبطة بالتخصيص لكن التغزية اعتقد ما لهاش علاقة بالتخصيص بس لا احنا نتكلم على الجزء الرياضي احنا الجزء الشخص الرياضي اي شخص رياضي بنقيمه من ثلاثة عوامل انا هختصرهم سريعا لان هما مجالهم واسع جدا الجزء الخاصي اللي هو الجزء الجيني هل اللعيب دوت وطبعا كان زمان الحاجات دي الجزء الخاص بالجينات دي كانت بتتعمل في لاب او معامل برة الحقيقة الحمد لله في الاخر سنتين بدأت تبع فيه معامل بتعملها في مصر هي بتتعمل مرة واحدة في عمر اللاعب بتبين له ايه الوجبات اللي انت مش مفضل هي ممكن تبقى مفيدة بس لا انت عندك حساسية معينة منها فانت لازم تبعد عنها وايه الاكلات اللي هتبقى مفيدة جدا وهتحسن لك مستوى ادائك ده كمان اللاب او التحاليل دي بتبين كمان مستوى اداء اللاعب انت هتلعب كورة لا 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 انت المفضل لك لعبة تانية غير الكورة ده الجزء الجيني طيب الجزء اللي خاص بالتمرين يعني ايه اربع عوامل اللاعب ده بيلعب ايه هل اللي بيلعب بسكت زي اللي بيلعب كرة قدم زي اللي بيلعب كراتيز زي اللي بيلعب ويت ليفتينج ده جزء طب اللاعب ده بيلعب كم مرة هو بيتمرن مرة في اليوم ولا بيتمرن كل يومين ولا هو بيتمرن مرة في اليوم وبيروح جيم هل اللاعب ده بيتمرن في الصيف ولا في الشتة وهل اللاعب ده في فترة ايه يعني بنيجي نقول مثلا في الفيرس تيم لأي نادي من الأندية أجي أقول لهم أنت في فترة إيه أنت في فترة إعداد ولا أنت في فترة منافسات ولا أنت في فترة بطولة زي اللي كان فيها الأهلي الفترة الأخيرة ولا هل أنت في فترة اللي هي الريكوفري اللي أنت خلصت البطولة وعايز تعمل مرحلة اللي استشفى كل دي فاكتورز نقدر نقيم بيها اللعب الرياضي كل دي تحتها طالس وتحتها بيانات كتيرة جدا كتيرة بالضبط طيب برضو تفصيلة واستحملني شوية ممكن الأسئلة يعني بحكم تخصص حضرتك تقول الأسئلة تفعل سطحية دي بس هحاول أوصل بيها يعني أحيانا بنخش كده على انستجرام أو فيسبوك أو تويتر ونشوف لعبة كورة أو رياضيين كبار يعني وعنده مطش مهم تلاقيه ما شاء الله قدامه وليمة فيها حمام وفيها محاشي وفيها فراخ وفيها لحمة وبعد أسأل نفسي سؤال هو اللاعب ينفع يأكل عادي كده الحاجات دي كلها ولا ليه أكل معين ولا ليه فترات ممكن يأكل فيها الأكل اللي زي بيقول كده احنا بنقولها بالبلد بعك عادي براحتي ينفع ولا ما ينفعش دي بتضر عليه لو هو مثلا كالأكلة فيها زيادة شوية ممكن تضره وبيلعب ممكن لقدر لا تأثر على صحيته التفاصيل دي حالاك بتشوفها طيب نتكلم في الموضوع في كذا شكل طبعا الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه انه هو لعيب عنده ماتش بكرة انه يبقى عنده وليمة دي ما بتحصلش حصلت مع اللعيب الكبار خالص اللي كان المدرمين ما بيدرش يسيطروا عليهم زي ماردون انا سمعت كده قصص ان المدرم بتاعه كان بيقول انا ما قدرش هتحكم فيه يأكل زي ما هو عايز ده لعيب مهاري لكن لو حضرتك تفتكر كويس قوي انه ما كانش فيه اعتماد على مستوى الفتنس بتاعه يعني كانوا بيشتغلوا على المهارة بتاعت اللعيب مصبوط لكن تغذية الرياضي دي حاجة مختلفة تماما هدي حضرتك مثال صغير انا عندي اتنين رياضيين بيلعبوا نفس اللعبة ده وزنه 80 كيلو ده وزنه 80 كيلو بس لعيب الكورة اللي مثلا نسبة الدهون اللي عنده من 6 الى 13% ده لعيب اكسبتد او نسبة الدهون اللي عنده مقبولة جدا لكن انا عندي نفس اللعيب سوري لعيب تاني ونفس الوزن بس انا فجئت ان نسبة الدهون عنده توصل ل 17 و 18 و 20% اللعيب اللي مستوى الدهون اللي عنده من 6 الى 13% لو هما الاتنين بنفس المهارة مستوى البرفورمانس والأداء بتاعه يبقى أعلى لأن نسبة الدهون لما بتقل مستوى البرفورمانس يبقى أعلى مش تقل عن الطبيعي لأن برضو فيه ناس بتفهم الموضوع بشكل خاطئ أنا أحاول أقلل الدهون على قد مقدر يعني بالشيء يذكر رونالدو هو أعلى كريستاني رونالدو أعلى لعيب يوصل لنسبة الدهون أكسبت مقبولة يعني أحنا الرياضي مفروض يبقى من 2 إلى 4% ده لحد الأدنى الدهون الأساسية فاش ينزل عنها وبالتالي لو نزل عنها يتضر أه طبعا لو نزل عنها أكتر لأن احنا فيه عندنا نوعين فيه عندنا حاجة اسمها أحماض دهنية أساسية للرياضي وفيه عندنا نوع من أنواع الفيتامينز اللي هي بتدوف في الدهون فإذا ما كانتش موجودة خلاص اللعيب دوت هيفقد كل أنواع الفيتامينز ومنها أقولهم فيتامين دي بالذات اللي احنا بنتكلم عليه في الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة وبالتالي لو أنا عندي نسبة الدهون عند اللعيب زيادة طيب اللعيب دوت كان عندنا زمان اللعيب رايح يلعب ماتش تاني يوم نص فرخة وفرخة وياكل بكميات كبيرة لا هو أنت بتاكل بروتين بس أنت بتاكله بكميات معينة وعلى حسب سنك هل أنت ناشئ ولا هل أنت عددت 18 سنة لأن عدد الجرامات بتفرق نمرة 2 نمرة 3 أنت هتلعب بكرة ولا مش هتلعب بكرة أنت هتلعب الساعة كام يعني لو اللعيب دوت عنده ماتش مثلا فرخة زي الأهلي بكرة هيلعب الساعة مثلا 3 أو 4 تمام الوجبة الرئيسية بتاعته تبقى الساعة 11 قبل الماتش بأربع ساعات الوجبة الرئيسية اللي فيها بروتين وفيها نشويات وفيها نسبة دهون مقبولة قبل المباراة بساعتين بيبقى فيه طبيعة أكل معينة بلا دهون وقبل المباراة وفيه أثناء المباراة وفيه ما بعد المباراة اللي بنسميها الريكوفري سمعنا عن الريكوفري الريكوفري دوت استشفى وكانوا بيعملوا بأجهزة معينة لكن ده فيه ريكوفري في التغذية لو اللعيب في خلال نص ساعة من المباراة عمل جزء الريكوفري اللي خاص بالتغذية هو عوض جسمه عن كل الجلايكوجين اللي هو المخزون من النشويات اللي فقده في المباراة وكأن شيئا لم يكن لكن هو روح بيتهم وكان البيتزا محترمة هو ما عوضش نسبة الجلايكوجين وتاني يوم يقولك أصلوا اللعيب تعبان لا 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 هو اللعيب ما عملش فكرة الريكوفري بشكل جيد